اشتركوا في القناة او في تكلف التأسيس بعض الشركات والتوسع في اعطاء الرخصة الذهبية كلها قرارات بتصب في مصلحة زيادة الانتاج في نهاية الامر فحول هذا الموضوع هيدور حوارنا النهاردة صديق المشاهد هنتلع فاصل سريع نشوف تقرير حلقتنا النهاردة ونرجع نبدأ اللقاء قرر المجلس الاعلى للاستثمار مؤخرا مجموعة من القرارات والتي شملت تسهيل تملك الاراضي والتوسع في اصدار الرخصة الذهبية وتسهيل استيراض مستلزمات الانتاج وتخفيف الاعباء المالية والضريبية على المستثمرين كما جاء قرار سيد الرئيس باعادة تشكيل المجلس الاعلى للاستثمار فخطوة في غاية الاهمية وجاءت في توقيتها المناسب لانه سيساهم في القضاء على المعوقات التي تواجه العمليات الاستثمارية وعلى رأسها البيروقراطية في الجهات والوزارات المعنية المختلفة بالاضافة الى ان المجلس الاعلى سيكون له دورا كبير في تنسيق السياسات بين مختلف هذه الجهات ومنع تضارب عملها وهو ما يصب في مصالح المناخ الاستثماري والاقتصادي بشكل عام تمام رجعنا لكم مرة اخرى ازاي المشاهدين شوفنا مع بعض تقرير حلقتنا النهاردة وهي يعني كعته طبعا منورنا ومشرفنا في استوديو الاقتصاد والناس استاذنا طبعا الاستاذ السيد البدوي عبدالحكيم رئيس شعبة الرخام والجرانيت ونائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات اهلا بحاجة يا فتاة اهلا بحاجة منورنا مرة اخرى طبعا كعبة طيب يعني النهاردة الموضوع شوية اشمل من كنا عادة بنتكلم في الرخام والجرانيت وطبعا هنتكلم في الرخام والجرانيت لانها طبعا من الصناعات الهمة جدا جدا في مصر ولكن يعني قبل ما نخش في تفصيلة الرخام والجرانيت بشكل عام يا فندم هو زي ما كنت بكلمه هاي كنت معانا في البداية انه هو لا بديل عن الانتاج في هذه الفترة فهل عدد القرارات او القرارات مؤخرا اللي بتصدر من اي جهة استثمارية او من المسؤولين عن الملف الاقتصادي هل فعلا بدأ يبان تأثيرها شوية على رجال الصناعات زي حضرتك ولا لسه لسه مش هيبان دلوقت حقيقة انا بسمن الدور الفعال اللي قامت به المجلس الاعلى للاستثمار في اجتماعه الاخير برئاسة السيد الرئيس الجمهورية سالح فتاح السيسي وطبعا قرارات كانت في صالح المستثمر يعني فيها انفراجة احنا حاسين انها خطبة المستثمرين بجد يعني كويس لانه ده كان مفقود لفترة شوية اه كان للأسف فطبعا انا شايف ان فيه تسهيلات كتير وطبعا زي ما حركت افضلت كده ان طبعا الشركات اللي بتتأسس النهاردة بتسافر لجميع معظم الدول تتأسس الشركات في 24 ساعة وتبقى شركات بتبدأ عملها بجد بكل الترخيص بكل الاوراق بكل حاجة 24 ساعة صحيح فحلاك النهاردة لما تسهل الاجراءات وتخفض التكاليف وكده عليهم في التأسيس ده شيء محترم وبيجزب الاستثمار سواء الاستثمار المحلي او الاستثمار الاجنبي وده شيء رائع يعني وده حصل بالفعل ده دي قرارات اتخذت بالفعل وعلى ارض الواقع مفروض انها بتتنفذ وده شيء محترم طبعا يمكن الحافز المحترم اوي لو تسهيل استراد مستلزمات الانتاج دي نقطة مهمة جدا وده هي الفايصر الوحيد في زيادة الانتاج لو عايزين نتكلم عن الصناعة فحضرتك احنا الدولة وسيادة الرئيس قرارات كتير اوي وحماية مدنية وبنطلع بنتطلع قرارات كويسة اوي للحماية المدنية وزيادة مرتبات وكل ده ده مايجيش حاجة ابدا ابدا في انك تعمل حماية مدنية بانك ازاي تقوي قطاع الصناعة اللي هو المنتج اللي يقدر يشغل العمالة دي صحيح ويقدر ويأمن عليها وكل حال يوفر على الدولة عمالة كتير جدا صحيح واعباء كتير قوي صحيح وفي نفس الوقت انت زودت معدلات الانتاج بالضبط قدرت انك انت تزود معدلات التصدير وهو ده اللي بندور عليها بالضبط بسأل حاجة معلش سؤال فاني في نفس النقطة اللي حاجة بتتكلفيا هل لما بسهل موضوع استراد المواد اللازمة للصناعة اللي هي المواد سواء كان بها مواد خام او مواد مستلزمات الانتاج عمتنية هل ده يعتبر تفريط فيه العملة الصعبة اللي هي صعب تبقى موجودة ولا بالعكس ده لي تأثير افيد على المستقبل لو حضرتك حتبص يعني ده كان السبب اللي المسألة وقفت لو حضرتك حتبص وهو ده سبب الوضع اللي احنا بنعنيه دلوقتي ان احنا وقفنا الكلام ده وحطينا قيود انها لازم تبقى باعتمادات مستندية وبعد كده رجعنا في القرار عشان يبقى مستندات تحصيل اللي احنا بنستوردش عشان بنستورد حضرتك في البداية وقف الاستراد بالنسبة للسلع الاستفزازية او انها لعب او انها حاجات او فتحة او او مش هنقدر نتكلم فيها وقف وكان الشعب كله والدنيا كلها بتشجع الكلام ده جدا لانه مش محتاج لها في الوقت الحال في بداية في بداية صحيح فعشان النهاردة لكن انا بالنسبة لك مسترزمات انتاج وكخمات وكقطع غيار لو عندي البديل لها في مصر انا مش حال جاء الاستراد بالضبط طبعا فيبقى نمر واحد مقدرش امنع الا لما يكون عندي البديل صحيح فالبديل عشان نعمله هي دي الحماية المدنية بقى النهاردة الدولة بدل ما تخش في قطاعات وتعمل مصانع ودنيا وقصة اهم مصنع لازم يتعمل هو زي اعمل مصانع لتصنيع اللي هو كان سيادة الرئيس دايما بينادي به طعميق الصناعة المحلية طعميق الصناعة المحلية صحيح طيب طعميق الصناعة المحلية يعني بمعنى ايه عشان نبقى فاهمين يعني ايه يعني انا طبعا عشان احمق الصناعة المحلية لازم يبقى عندي مستلزمات وعندي خمات طبعا يبقى أنا عايز أعمل إيه؟ أوفر الكلام ده يبقى حجيب مستثمرين أقول لهم الأرض ده إيه إذا كان على الأرض حنخش بالأرض وده ودي شراكة الجدة ما بين الحكومة وقطاع الخاص الأرض هي تعمل مصنع مستلزمات إنتاج شوفوا أنتم محتاجين إيه إيه اللي أنت هتفتحه وافتحله والأرض مش هي إيمتها في تمانها إيمتها في العائد اللي جاي من وراها فالنهار ده مصنع مستلزمات إنتاجه ومصنع قطع غيره ومصنع تصنيع المعدات عندي هيئات رائعة هيئة العربية للتصنيع وزارة الانتاج الحربي كل ده عملنا معهم اتفاقيات كتير ونجحوا في حاجات كتير قوي ليه ما استغلهمش وعندنا كفاءات في الصناعات الهندسية عندنا كفاءات البشرية بشرية رائعة هل النه هاو موجود يعني دي دايما بتبقى مشكلة في الصناعات إنه إحنا يمكن نشتري المكان إنما نعرف المكان بيشتغل إزاي لا لا حضرتك ما بقاش كده لا موجود بدليل إن إن في مستثمرين مصريين محترمين جدا مهندسين بارعين قدروا إن هم ينفذوا المصانع دي واكتاع خاص مية في المية وقدروا إن هم ينجحوا تمام يعني عندنا موجود عندنا بدائل لكن النهاردة عشان قاطر أوفر بقى الإقطاع صناعي ضخم زي دا مستحيل مصنع 2-3-10 راح يوفر منظومة منظومة كبيرة جدا صحيح صحيح فأنا هوفر فاتورة استرادية كبيرة قوي فأنا عمل الحكومة تملك الأرض خلاص يبقى أنا هدي الأرض المستثمر أو أدخل مع شراكة بالأرض مش عيب خلص دخل شراكة بالأرض في حكومات كتير بتعمل كده طبعا وبعدين النهاردة أدخل وأجيب قطع غيار ومستلزمات إنتاجة ووفرها وتمام حتى لو المستثمر دا استعان بشركات عالمية وهو جابهم وهو اللي متحمل وهو اللي ياخد النهاء وهو اللي هيصنع دا شيء جميل جدا يعني دا ما يقصرش من دور الدولة المهم إن أنا طلعت في بلدي ووفرت عملة وقدرت إن أنا إزاي يستخدم في هذه الحالة هيبقى مصانع نقول مثلا زي رخام أو جرانيك مثلا على سبيل المثال هل لو مش محتاج أو وفرت جزء كبير من اللي بتستورده من الخارج مدام موجود في الداخل هل دا هيوفر في السعر النهائي للمنتج هيوفر في قدرتك على توزيعه وبيعه وتنافسية بشكل أعلى دا حضرتك النهاردة إيه اللي بيفرق ما بين وما بين أي دولة مجاورة في التنافس في السعر في الصادرات إنها على نصر التكلف هي عناصر التكلفة أول عناصر التكلفة هي دي مستلزمات الإنتاج وكتع الغيار وده كله دا النهاردة أنا لو وفرته في بلدي العملة النهاردة ما ليش دعوة بتمنها ولا هي دعوة هي بتكلف كام لكن أنا على طول مستنزف والدولة مستنزفة وحملت نفسها عب إن هي اللي تدبر وطبعا دا كان صعب جدا 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 المستورد هو اللي يدبر هو اللي يدبر لكن للأسف مفتوحة للناس اللي عندها المستثمير اللي عندهم حصيلة صدرات طب اللي ما عندوش حصيلة صدرات يعمل إيه مصنوع يوقف فهي دي المشكلة إن حضرتك عشان قاطر أسترنا البنك عشان يحول وقعد وإحنا عارفين الأزمة اللي موجودة لازم تيبقى فيها انفتاحة ولازم يبقى فيها انفراجة ولازم يحمل الناس الناس تقدر تدبره وتقدر تجيبه وتشيل العبقة عن الدولة صحيح مش محتاجة وده اللي حصل في القرارات الأخيرة فيما يتعلق بقرارات المجلس الأعلى للإستثمار بص حاج اللي هي التسهيل التسهيل لازم يكون برضو في البنك وفي كل حتة عشان قاطر النهاردة أنا احنا عارفين الأزمة فعلا حقيقيا مفيش حد يقدر يتكلم لكن كل الدول العالم في أزمة حنوقف نتفرج ولا نشتغل حنوقف أمل الوحيد من أمل الدولة بالكامل في أنها تخرج من الأزمة دي هي الصناعة والزراعة والسياحة صحيح والطاقة الحمد لله الدولة حققت فيها تفرق كبيرة جدا جدا لكن نقدر نقول النهاردة القطاعات دي قطاعات وعيدة صحيح لازم أستغل لها قطاع الصناعة هو التنمية هنعمل إيه لازم عشان ينمي يبقى هوفر له كل اللي هو عايزه إيه اللي نحتاجه قطاع الصناعة يعني من موقع حضرتك لأن حيك فيه فيه لب موضوع الصناعة إيه اللي القطاع فعلاً نحتاجه من الدولة والدولة تقدر تنفزه بالفعل فعلاً من ضمن الكرارات المحترمة سهولة تملك الأراضي الصناعية دي النهاردة وتقنين أوضاع وضع اليد دي على الأراضي الدولة حركة مشكلة حاجة إن أنا دايماً بعرض الأرض بسعر عالي جداً مغالفي للصناعة للصناعة الصناعة لا تقرن بأي بأي قطاع آخر صحيح فحضرتك النهاردة أنا مش ماشي أنا قاعد في البلد والأرض قاعدة وكل حاجة قيمتها مش في تمانها قيمتها في إنتاجيتها فحضرتك النهاردة أطرح علي يعني ده اللي هيعمل مصنع أنا ديله الأرض ببلاش هل المجمعات الصناعية الجديدة دي حلت الأزمة دي شوية حضرتك موجودة المجمعات الصناعية ونجحة وطلعت وتمام وكل حاجة السعر حضرتك اغريني في السعر النهاردة في دول مجورة ودول بتنفسنا بشكل رهيب جداً جداً جاذبة للاستثمار بشكل يعني فوق الوصف فالنهاردة حضرتك النهاردة يقول لك أرض هي من العوامل الجزمة أرض هوت ومعداتها هي وبنك هوت ويقصت لك ويعمل لك وكده لا أدي بلدي وأنا مش هستثمر إلا في بلدي فعشان أستثمر في بلدي يبقى لازم عندي النهاردة أن كل كل القطاعات وكل أجهزة الحكومة توقف جنبي أرض يبقى لازم تتوفر الأرض بسعر نعوزي وتقصت مينموم بحد أدنى عشر سنوات عشان يضمن الاستدامة عشان أخذ الاستدامة أنا مش عايز أنا مش عايز نبقى مدين لأي حاجة لكن النهاردة الأرض تبقى بأسعار عادية الهدف منها أنه مش حدي واحد أرض عشان سقعها الحقيقي أن الراجل اللي ياخد المصنع المحترم اللي له جدول زمني ودخل خد الأرض وتبقى للقانون من حقه أنه هو بيتعامل معه على مدة سنة لأن فيه إجراءات والراجل فعلا أنشأ المصنع وابتدى في إنشاؤه بياخد لغاية ثلاث سنين وأقدر أنه هو لو ملتزمش بأسحابها منه من غير إجراءات قانونية كمان أسعب من حق الدولة تسحابها خلاص ده في المجمعات الصناعية في كله في كله فحضرتك النهاردة لو أنت الأرض وفرتها سيب للمستثمر الفرصة الأرياحية شوية بالمبلغ اللي جايبه عشان يستثمر به يحطه في الإنشاءات يحطه في الخرصانات يحطه في المعدات يزود عمر الصانع ما بيفكر في حاجة ولا في فلوس بيفكر بيحب الحديد قوي طول عمره إزاي لو معاه متوفر حيفكر يجيب معدة جديدة حيفكر يجيب عشان قادر يحدث عشان يزود إنتاج عشان يرفع من معدلة التصديق عشان 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 يعني مش بيبص الصانع مش بيبص تحت رجله أو للمكسب السريع لا يقدرش يعني دورة الصناع دورة مختلفة خالص فهو حدك دي الميزة إن أنا قاعد فدي ميزة للدولة وفي نفس الوقت الدولة بتحقق اللي هي عزاة من ضرائب من تأمينات من كده والعمالة ده البعد الاجتماعي اللي أنا بيدور عليه إن أنا مهم إن تشغيل العمالة فالحمد لله القطاع الخاص ما بيختلفش عن الحكومة أبدا بس لازم نديله ولازم النظرية التشاؤمية اللي بتبص للمستثمر إنه هو راجل بيكسب وراجل لا ده المؤخزة يعني عمل وعمل دي ما تنفعش لازم أفرح بالمستثمر اللي بيكسب من عايزه يكسب بالضبط لأنه هكسب عشان قدر لو كسب هيزود وهيعمل وهيستثمر وهيكبر ما حصل كده في تأسيس الشركات زي ما حصل في الرخصة زي ما حصل إن أنا رخصة التشغيل لسه معالي رئيس الوزراء مطلع قرار إن بدل ثلاث سنين تبقى خمس سنين كل ده النهاردة فيه تدخلات كبيرة جدا جدا عشان أخذ رخصة بجيب موافقة حماية مدينة بجيب ده كم المصاريف اللي بتطلع على الأوراق وعلى الترخيص وعشان أخلصها وخلصها بده مبالك كبيرة جدا ده كمان قبل ما بتدي صنع واكسر قبل ما اعمل أي حاجة طب ما دي مشكلة جميلة مع حضرتك هي يمكن الميزة اللي تمت في الفترة الأخيرة مع هيئة الترمية الصناعية إنه بديقدر يديك فرصة إن كنت تشتغل بالاختار ويعمل لك رخصة بالاختار ويسجل بالاختار عشان يحفزك إن كنت تشتغل ودي حاجة كويسة جدا كويس بس في نفس الوقت لما أجي إن أنا أوفر على ده كل عناصر التكلفة لو أنا من طرق من كرتات من كله من ده لو توفرت على رجل الصناعة هيكون الوضع مختلف جدا 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 هيقدر يتنافس هيقدر يصدر حلم سيدة الرئيس في المئة مليار دولار صادرات ما هنا ماشي ده ما هو صعب ولا صعب على مصر مصر أكبر من تدب كتير صحي شجع شيء للقيود اللي على الصادرات خالص مش كل حاجة أروح أجيب عليها موفقات الكتير بالورق بيروقراطية برضو خالص بيروقراطية فقط ودي مكلفة برضو في نهاية الأمر يعني بتوضاف على سعر المهات في النهاية خالص هذاك مبارح الواحد كان سعيد جدا بالميناء الجاف اللي طلعت في 6 أكتوبر وافتتاحها معالي الرئيس الوزراء ومعالي وزير النقل وحاجة جميلة جدا 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 بشركة الكتاع الخاص ده المهمة في الموضوع فالكتاع الخاص خدها خد الأرض وعمل فيها ميناء جاف هتوفر على المنطقة الصناعية في في دهشور وفي 6 أكتوبر وفي كل المناطق اللي حواليهم حتى السعيد هتوفر عليهم كتير جدا ولا بقى ميناء ولا كده خلاص كل كل الكناتر كل البضاعة كل كل بتحرك منه بتحرك من الميناء الجاف وابتدى يعمل اللي كنا بننادي به انه هو ازاي يستخدم وسائل نقل مختلفة عشان نخف من على الطرق والحوادث وابقى التكلفة التكلفة ما دي كان سؤال التاني فطبعا التكلفة قال لي يا ما خطبنا وقلنا ان احنا عايزين هيئة سكة الحديد تمام مشروع الجديد بان طبعا ده ده هيبقى مشروع رائع جدا ربط هيئة سكة الحديد بكل خطوط في الجمهورية عشان قاطر يبتدي نقل البضايا عن طريق السكة الحديد ده شيء رائع جدا 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 هيئة وعجبني جدا جدا في اللقاء معالي وزير النقل كامل بيل وزير مع الأستاذ أحمد نوسى وكانت زيارة رائعة للعاصمة والمونوريل وكانت هل ده هيصب في مصلحة الصناعة في نهاية الأمر الفكرة اللي هو هو حركة في النهاية أحسن شيء اتعامل إن معاليه قال إن أنا تعاقدت مع شركات خاصة وده بلإن دولة مش قادرة ولا الوزارة قادرة إنها تصرف على القصة دي فتعاقد مع قطاع خاص شركات عالمية شركات مصرية تقدر تدير وتصين وتدي للعاملين مرتباتهم أحسن من المرتبات اللي بيبدوها وفي نفس الوقت خد الصيانة كلها سواء صيانة القطبار على تسارة الخدمة التحتية كلها والبنية التحتية بالكامل أو صيانة القطار نفسه وتشغيله وده في مكسب للدولة ومكسب للشركة 80% للمستثمر اللي بيصرف و20% للحكومة مش هتاخدها الحكومة مش هتجيبها فانت حرك شلت من على كهل الحكومة فده توجه محترم توجه وشخصية قوية زي كان بيه فعلا قدر ينفذها ده ده يا ريد كل الوزارات وكل هيئات اللي موجودة في مصر تبتدي تنفذ كرات سؤال بالمناسبة يعني هل حتى الآن مجموعة الوزارات الاقتصادية كلها في مصر بتعمل منفردة كل واحد في جهة ولا ابتدى يبقى فيه شكل موحد أكتر للفكر والاتجاه الاقتصادي في مصر بص حق توجهات ساتر رئيس إن كنت الحوكمة وإن كنت يبقى كلهم سوا والشباك الواحد إحنا مش شايفين الشباك لسه ده فإحنا هي المشكلة إن ترابط الترابط ده مش هيجي إلا بس مش كل حاجة عامل لها مجلس يعني هو المجلس أعلى الاستثمار هو حلقة الرابط ما بين المستثم وما بين الجهات دي وهو اللي يقدر يزلل العقبات وهو اللي يقدر يحل المشاكل وبيتخذ الكرات المصبوطة وبيقاطب بيها الهيئات والوزارات ما هيئة الاستثمار المصبوطة بتعمل الدور ده فهو مش كده هو ده فهو أنت حضرتك إن يجب التقارب وتقليل الطلبات الكتير والموافقات الكتير وكل ده وخلي اللي بيصدر يصدر يا رب بيصدر إيه القيود حضرتك ذكرت في وسط الكلام إن فيه قيود على التصدير في بعض هل فعلا فيه قيود على التصدير ولا منظومة التصدير ماشي أزاي حضرتك عشان أنا قاعد أستنى لغاية لما يجي المندوب عشان يفتح ويشوف ويعاين ويطلع ويعمل وكده هو ده بقى دور المينة الجاف وهو ده اللي إحنا بنتكلم عليه القيود في الصدرات والولادات في حراك النهاردة جات الرسائل وما بتتخرجش الغرامات والتأخير غرامات التأخير عشان خاطر بيبقى لك سبعة أيام بيبقى لك ثلاثة أيام بيبقى لك فترة معينة وخلصتا فطبعا الغرامة دي ميلي بياخدها شركات أجنبية انت مستفدتش بها حاجة كم طلع في الفترة اللي فاتت مبلغ رهيب من الدولارات عشان قاتل من العمرة الصعبة طلعت عشان وضع زيد أنا في غنى عنه المينة الجاف والدنيا دي كلها والكلام ده ده لازم تتعم بيقولوا ان شاء الله في 14 أو 17 هالمكلفة في عمل المينة حضرتك عشان تشيل خلاص المشاركة انت جربت هو ان القطاع الخاص بيطلع حاجة ما شاء الله حكمة ورقمية وحاجة روحة يعني شيء قيم جدا يعمم واكيد هيكسب القطاع الخاص منه ولا ما عملش كده ما هو لو ما كانش دراستي جدوى عنده بتقوله ان هو هيكسب هو مش عرب الله لكن المهم ان ما تجيش حاجة تعوكه هو ده أهم حاجة فاته خلاص بتزلله عقباته بتزلله كل الإجراءات هو اشتغل واستصمر وهو ده المجد المناطق الحرة الاكتر حاجة ازاي يحصل على الخامة ازاي موضوع المحاجر زي ده زي ده ازاي يحصل على الخامة ازاي وفر خامة سات الرئيس الاسبوع الماضي كان فيه اجتماع مع رجال السروا القائمين على رجال السروا المعدنية والتعدينية في مصر وبيشجع ان لازم نستفاد بيها وتعزيم موارد الدولة منها احنا عندنا يعني ده اقتع كبر جدا صحيح وحيوي جدا ومصر مصر 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 على ما اعتقد صحيح صحيح مديها من خيارات الدنيا حاجة روعة فالنهارده سات الرئيس بدي توجيهات ايوة طب يعني هل التوجيهات ان انا تتاخد ان انا بحصل ارادات لا انا المفروض ان انا كون بنامي انا عايز انامي زي زمان كنا في البترول انت بتنمي الحكول بتنمي دوت بتنمي دوت وكل ليه عشان تزيد عشان تزيد وكل ما ما بتشجع الاستثمار كان زمان الله يرحمه كان معي الوزير عز الدين هلال لما كان مسك وزير بطرول قال ان البترول يعني ما نقدرش نشتغل فيه لازم لازم القطاع الاجنبي ولازم الشريك الاجنبي ولازم هم اصحاب الخبرة هم اللي هيصرفه هم اللي هيعمله هم بكون ده مش عيب هل دعيت لما تشجع طلع وظهر وكله الحمد لله ده مين اللي استفاد منه في الاخر الشعب الشعب المصر مصر عالميا النهاردة بتلف العالم كله سواء من القيادات الكبيرة فيه بتاع البترول او المهندسيين او العمالة او النهاردة الحمد لله انت بتدرك هل نفس الموضوع ماشي فيه المعادن والتعدين ولا حضرتك انت النهاردة لازم لازم النهاردة ما بصش على اللي جاي من القطاع دو ايه او ححصل ايه منه ارادات لازم حق الدولة تغلب ولازم نعزم موارد الدولة لكن التنمية تيجي ازاي التنمية بدراس الجدوى المحترمة صحيح بدراس الجدوى المحترمة ان انا اقول ان انا لأ القطاع ده انا عشان انا نميه بقى عايز واحد اتنين تلاتة واحد اتنين تلاتة مش هي الفلوت يمكن انت عايز تحصل مليار ممكن او يجي لك اربعة مليار بالفكر التاني بالاسلوب التاني وحتاخد وقت اطول شوية بس العائد اكبر ومش اطول ان هم ازاي يخشوا القطاع وينموه مش يهجروا مرسي يا استاذ سيد بعليش وقتنا انتهى ولكن يعني حوارك ممتع الحقيقة وكلام يعني من ارض الواقع الحقيقة بيكلمه طبعا استاذنا الاستاذ السيد البدوي حول تطوير قطاع الصناعة ككل لان زي ما قلنا في بداية الحلقة وكل الكلام حول هذا الموضوع انه لا مفر من الانتاج لانه صعب جدا الاعتماد طول الوقت على العملة الصعبة لاستيراد حاجتنا واضح من كلام الاستاذ سيد انه الدولة بدأت تمشي في هذه الخطة حياتي نشكرو شكر جزير للغاية استاذنا الاستاذ السيد البدوي عبد الحكيم رئيس شعبة الرخام والجرانيت ونائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصري شكرك صديق المشاهد وان شاء الله نشوفها في حلقة لدينا من الاقتصاد والناس